موسيقى ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسويد وأستراليا وعشر دول أخرى وفي بولندا الآن خدمة رائجة جديدة لتأجير الواحد تزحلق الكهربائية وهي تعمل اليوم في وارسو وروكلو وبوزنان يمكن استئجار لوح التزحلق بكل سهولة لهذا الغرض يجب تنزيل التطبيق المناسب من خلال الانترنت والتسجيل فيه ووضع المال في الحساب ومن بعدها مسح الرمز الشريطي وهذا كل شيء سيكلف استخدام لوح التزحلق إثنان زلوطي أي حوالي نصف دولار وستكلف كل دقيقة لاحقة خمسين هروش أو إثنى عشر سنة هل أحببتم التنقل بواسطتها؟ أجل من حيث المبدأ ولكنها مكلفة بعض الشيء يمكن العثور على ألواح التزحلق الكهربائية هذه في أي جزء من المدينة تقريبا حيث نشرت في المواقع السياحية والشوارع المركزية وقد لاقت وسيلة التنقل تقدير السياح أنوي قطع حوالي كيلو متر ونصف وسيستغرق ذلك خمسة أو ستة دقائق بدلا من حوالي نصف ساعة سيرا على الأقدام نتمنى أن تظهر في كييف وليس فقط هناك بل في جميع المدن الكبيرة هذا سيكون أمرا جيدا جدا تحظى هذه الألواح الكهربائية بشعبية خاصة بين السياح الذين يقولون إنه بواسطة وسيلة النقل هذه يمكن مشاهدة معالم أكثر وقضاء الوقت بفعاليات أكبر خلال القيام بالنزهات المهم أن لا تنسى المشاه الذين يمكن أن يظهروا فجأة أمام لوح التزحلق الكهربائي أعتقد أنها سريعة جدا ولكنها خطيرة بالنسبة للمشاه تعود أصول شبكة تأجير ألواح التزحلق الكهربائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية يمكن عبر موقع الشركة الإلكتروني التصويت للبلد والمدينة لكي تظهر في شوارع مدنكم مثل هذه النقاط لتأجير وسيلة النقل الكهربائية المريعة ترجمة نانسي قنقر